حيثما تسند فرصة لحوار أو حل سياسي تحت مظلة الشرعية وفي إطار المرجعيات الثلاث المعروفة كان التجمع اليمني للإصلاح تحت ذات المظلة وفي ذات الإطار موقف التزمه الإصلاح نهجا ثابتا ومبدأا أساسا منذ باكرة ميلاده كحزب سياسي وجد من أجل ترسيخ السلام المجتمعي وتعزيز ثقافته عبر مسارات ديمقراطية والحوار السياسي والحل السلمي بآليات مدنية ما استطاع في هذا سبيل تلكمه هي الوظيفة الأساس لأي حزب سياسي وما كان حزب الإصلاح إلا أكثر الحريصين على أي خطوة سلام من شأنها الحفاظ على عبور آمن لليمن وعدم انزلاقه إلى مهاوي العنف الذي لا يلد إلا عنفا بدءا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومرورا بمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ووثيقته النهائية وبتوافقات الفرقاء السياسيين في السلم والشراكة والوفاق الوطني وفي اتفاق الرياض وجدة ظل الإصلاح الساعي إلى السلام والداعي إلى كل كلمة سوى وفي هذا السياق يأتي موقف التجمع اليمني للإصلاح المؤيد لكل المساء الرامية إلى عودة الشرعية اليمنية لممارسة مهامها على أرض الوطن بدون ما عوائق أو تجزئة لوحدة التراب اليمني وكمال وسيادة أراضي وفي إشارة الاتفاق الرياض جدة قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني إن حزب الإصلاح يؤيد مساء المملكة العربية السعودية الدائمة للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره فيما اعتبر سياسيون ونشطون يمنيون الاتفاق خطوة نحو الأمام لبلد منذ خمس سنوات وهو يعود القهقر اشتركوا في القناة